ما تعرضش عليك حاجة الفترة الأخيرة عمال درامية برامج لا 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 يعني أنا مش مركز قوي في حيث التمثيل لأن هي مش منطقتي مش حابب تدخل في أعمال درامية مش حابب تدخل في أعمال حتى سعيدية احنا شفنا الفترة الأخيرة أعمال درامية سعيدية على مستوى كويس يعني لا مش بتكلم على المستوى مستوى جميل جدا وحاجة مشرفة أنا بتكلم في حتة التمثيل ده في منطقة صعبة جدا على فكرة بالسهلة يعني أي حد يقول لك أنت بتمثلش ليه أنت لا 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 هي ولا بالشكل ولا بالمنظر ولا بالكلام ده خالص والتمثيل ده يعني حد يكون دارس أنا مش دار التمثيل ومش هبقى مركز معا لأن أنا صاحب بالين كذاب أنا عندي مشروع ماشي فيه وخط يعني لو عدت سنين عشان أقدر أعمل ده لو لعبت اللعبتين مش عارف أوفق من واحدة منهم فأنا عمركز هنا شوية لحد ما ربنا يا سهل بس المنطقة دي تشد يعني طيب ما تفكرش برضو في تترات المسلسلات لأن تترات المسلسلات بتتقرش في العمل الفني يعني بتخليك متوجد على طول أو تترات المسلسلات أو تترات كمان الأفلام ده ده جميل أوي وحاطك بتتكلم في منطقة حيلوة جدا بس يا الموضوع كله هي محسوبيات يعني عايز تقولي إن الشلالية هي اللي بتحكم الموضوع بس بس أنت كده أجبت الخلاصة يعني في كل حاجة بقى يزدق عشان كده أنا مركز في شغلي لوحدي معيش إنتاج معيش أي حاجة أنا بنتج لنفسي بعمل كل حاجة لنفسي لأن الموضوع شللي وأنا مش بحب المنطقة بتاعت الشلالي دي وده لازم تبقى متواجد 24 ساعة مع فلان عشان تمزل في فيلم الفلاني أو تغني في المسلسل أنا مش بتاع المنطقة دي إنت فيلمت ديو يعني ما شفناش ديو ليك مثلا مع مطرب يكون بيغني غنى مختلف عن غنائك والله الفترة اللي جاية دي إن شاء الله هنعمل حاجة حلوة عملت تجربة من فترة كنت أنا وصديقي النجمي منعم عسلية كان بيتكلم في دوتو بشكل معين عملنا حاجة بس هي ما نكحيتش بس إن شاء الله في فترة اللي جاية دي بإذن الله هكرر ده بس مش هبقى محد من مصر يعني هبقى حد من بره إن شاء الله يعني لو قلتلي كده اسم الأسماء تحب تعمل معهم ديو في المستقبل يعني يكون مين؟ أنا بحب جدا طبعا أستاذ محمد منير ممكن لو لاي الشرف أعمل حاجة معي حد بيغني هنا مختلف عن محمد منير تختار مين؟ مش حد في بالي ولكن أعلم اشتركوا في القناة